وسامة أبو علي يا جماعة لاعب حكاية كنونك بصراحة يعني لاعب حكاية حكاية هاتل الجول التاني كده معلش تاني بتاع الأهل النهاردة الجول اللي جابه ريدة سليم وعايزة شاوللك على حاجة مهمة جدا وسامة أبو علي كواليتي مختلف جودة لاعب مختلفة بعض الناس يقولك يا عم اللاعب ماتشين تلاتة حلوين انتو عمليين تلعين بي وسامة أبو علي السامة ليه الأهل ما كانش عنده مهاجم زي ده من فترة طويلة أنا آخر مهاجم شفته بالكواليتي ده في النادي الأهلي كان وقت أعماد بيتها بوقت بلافيو بعد كده يعني كله ها يطلع شوية ينزل شوية بس بص الكرة دي لا هاته بقى من الأول هاته هاته اللفة هاته اللفة بتاعة وثامة أبو علي قبل ما يدي الكرة ريدة سليم بص 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 خد الكرة سليم بص نطس الكرة ازاي بص مرورها ازاي بص بقى جاني توسامة وعادي ناحية الشمال ازاي عشان ياخد مكانها شوية تردد لا 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 مهاجم قوالتي مختلف تماما انت العادي بتاعك ايه المهاجم يستلم كده بضهر روح ايه مديها لله قدامه على طول مايلفش بها اللفة دي على المرمى بالشكل ده في كم لمحة كده هتقول لي ايه يعني مش فاهم انت ايه الاعجازة اللي انت شايفه ده انا بكلمك على فكرة قوالة لعب كان بيلعب في اوروبا حرفيا بقى سيبك من قصة مودست يعني بس ده تحسه لقى قوالة لعب اوروبي حيفيد النادي الاهلي هو فاد والفترة اللي فاتت بس تصوري انه سامة ابو عالي هيبقى واحد من افضل المهاجمين الاجانب اللي عدوا عن نادي الاهلي اللي هو فضل بنفس الجودة دي الجودة دي جودة في الباص الجودة في الاستلام الجودة في التمرير الجودة في الضغط الجودة في الاماكن اللي بيتواجد فيها مميز مهاجم تقيل مبروك على الاهلي وسامة ابو عالي بصراحة بعد صبر طويل من النادي الاهلي جرب كتير الاهلي ولقى وسامة ابو عالي في الآخر